ابن الطالب ابنة الطالبة عزيز المستمع شيء عجيب أقف بك عليه في هذا الدرس هو الرباط الوثيق بين المشكلات الداخلية والمشكلات الخارجية تتعجب عندما تعلم أن المشكلات الخارجية التي تواجه الدعوة إنما منبعها وأساسها المشكلات الذاتية للدعاء التي وقفنا عليها فيما مضى والآن أقف بك على الدرس الثاني المتعلق بهذه المشكلات الخارجية للدعوة وعناصر هذا الدرس انظر إليها مفهومها أي مفهوم المشكلات الخارجية حتى تستطيع الربط بين المشكلات الخارجية والمشكلات الداخلية التي وقفت بك عليها سلفا ثانية من العناصر الأسباب إن بيان الأسباب وعندما تربط أيضا بالأسباب السابقة تدرك الحقيقة التي أتعجب معك من خلالها وهي الربط بين العناصر الداخلية والخارجية للدعوة أخيرا أقف بك على بعض الملامح أو الطرق التي بها نستطيع علاج المشكلات الخارجية ومواجهتها أولا مفهوم المشكلات الخارجية للدعوة ما المقصود بها؟ كلمة مشكلات وخارجية مقصدنا بها المشكلات التي تعوق مسيرة الدعوة والسؤال ما زال قائما فما هي المشكلات التي تعوق مسيرة الدعوة إذن؟ أجيب قائلا المشكلات والعقبات التي تأثر بها عقول الدعاة من خارج الدعوة ذاتها مشكلات وعقبات تنبع من خارج الدعاة وتأتي من قبل أعدائهم لتعوق دعوتهم أنظر إلى ما قلت هي تنبع من خارج الدعوة وتدخل دوما إلى عمق الدعوة بمعنى أن هذه المشكلات الخارجية وجدت طريقها سهلا إلى قلوب الأمة من خلال الدعاة رباط وثيق لابد أن تعيه عزيزي الطالب أيضا العنصر الثاني من عناصر هذا الدرس بيان الأسباب التي أدت إلى ظهور تلك المشكلات الخارجية للدعوة ولعل قد ألمحت إلى بدايتها وهو تلك العقبات الداخلية إن المشكلات التي تواجه الدعوة من الخارج أسبابها عديدة منها مكر الأعداء المستمر بالمسلمين وكيدهم لهم وتخطيطهم الدائم للقضاء على الدعوة الإسلامية فالمكر دوما شيم الأعداء ولكن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أن مكر الأعداء إنما هو سنة كان من الممكن وهو الأصل أن يرفع الله عز وجل مكر أعداء هذه الأمة ومكر أعداء الدعوة من غير أن ينظر إليه أبناء الأمة ولكن سنة الله تبارك وتعالى في الحياة اقتضت أن يكون هناك الصراع بين الحق والباطل ومعلم من معالم الصراع بين الحق والباطل في تاريخ الدعوة أن يمكر بها أعداؤها يقول تبارك وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين مكر الأعداء من الخارج لكن مكرهم أين هو من مكر الله عز وجل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين والله خير الماكرين كما قال تبارك وتعالى أيضا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أما عن أسباب المشكلات الخارجية فما زال حديثنا حولها دائما من بين تلك الأسباب أيضا تعاون الأعداء فيما بينهم على تطبيق المكر ولعل السبب الأول لم يبتعد أبدا عن السبب الثاني فهناك مكر وهنا تعاون وتنفيذ لتلك المخططات التي يسعى بها الأعداء لتدمير الأمة يقول تبارك وتعالى كما جاء في سورة النمل وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون انظر إلى مكر الماكرين في المدينة حيث حاولوا المكر بأهلها والمكر بالدعاة فيها لكن أين مكرهم من مكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم عاقبة مكرهم الدمار وعاقبة مكرهم النجاح لعاقبة مكرهم أن الله دمرهم وفي الوجه الآخر أنجى المؤمنين بوعد الله عز وجل من بين تلك الأسباب أيضا تنوع أساليب الأعداء في مواجهة الدعوة والدعاة فتنوع الأساليب كما قلنا سلفا إنما هو أحد مقومات نجاح الدعوة فكذلك تنوع أساليب الأعداء في مواجهة دعوة الإسلام أحد أساليب مشكلات تواجهها فلابد أن يعد دعاة أن هذه الأسباب إنما هي دعوة للقيام بدعوتهم دعوة من الحق تبارك وتعالى لتطوير أنفسهم وذاتياتهم حتى يواجهوا مشكلاتهم أيضا من بين أسباب المشكلات الخارجية قوة وسائل الأعداء المادية وتسخير هذه الوسائل بعلومهم الحديثة ودراساتهم المستحدثة في سبيل تحقيق أهدافهم وأطماعهم إلى غير ذلك من مشكلات وعقبات تواجه العالم الإسلامي وتعوق مسيرة الدعوة وعلى الدعاة أن يعو هذه المشكلات وأن يوجه وجوههم شطر الوحدة في مواجهة تلك المشكلات الخارجية ترجمة نانسي قنقر